مساء الخير البنات كثيرين لبس عليكم كوشي بخير هاني ان شاء الله يربي هاد الفيديو يلقاكم كلكم على خير وبخير وعلى احسن حال مرحبا بكم لمشاهدين القناة ومتتابعين القناة الفيديو جديد اليوم ان شاء الله سنشارك معكم محبوبات الجماهير كما كتشوفوا معايا كتجيرة ايها حلوة الرشبوند كتجيرة ايها بثلاثة ديال الشكيلات كما كتشوفوا معايا كتجي زوينة كتدوب في الفم اتمنى تعجبكم غندزوا للطريقة هنبدأ على بركتي الله عندي هنا يا ربع ديال الزبدة جوج بيطات كس سندة كس الزيت كس ديال الكوك كن عبرو بلكس ديال الشاي يمكن لكم تعبرو بكاس عنيبة والدقيق كنستعمل الدقيق خاص بالحلوة لحسب الخاليط وعندي هنا الكوك غادي نقسمه على النص النص غادي نحمره والنص اللا وعندي هنا ثلاثة السشيات ديال كاكاو غادي نستعمل خمرة واحدة كما كتشوفوا معايا غادي نضيف نضيف هاد المكوينة نضيف الكوك غادي نضيف الزيت وغادي نخلط هاد المكوينة كلهم ومن بعد غادي نضيف الدقيق شوية بشوية غادي نضيف خمرة كما كتشوفوا معايا غادي نخلط هاد المكوينة كلهم غادي نجمع العجينة حتى كنحصل على هاد العجينة كما كتشوفوا معايا كتشوفوا ها عجينة الحلوة العادية ومن بعد غادي نكور كويرات على شكل غريبة بحال هاكا غادي نديرها في اللاطة كما كتشوفوا معايا فاش غا ندخلها الفرن دائما نرمهيلا بعد ما كطيب كتجيب حال هاكا كنخليها حتى كتبت شوية وهنا يا غادي نوجد كورة العجينة الاخرى ودرتها في اللاطة غادي ندخلها الفرن وبعد ما كطيب كتجي رائعة كيب حال هاكا كما كتشوفوا معايا دبار اخرجتها من الفرن هذا هو الشكل دي لها كتجي نحمرها شوية نخلي وهاش حتى كتب بزف حتى كتكون حمرة بزف غير كتب كننخرجوها ومن بعد غا نخليهم حتى يبردون اشتركوا هنا يا غادي نحمر الكوك درتوا في مقيلة اللي ما كتلسقش كيما كتشوفوا معايا ودرتوا على النار مهيلة كنحركو هكا شوية بشوية بالعود دي المطبخ دي براه بدا كيتحمر شوية بشوية كما كتشوفوا معايا دائما نر مهيلة نبقى ونحركو بها الطريقة من احسن انكم تستعملوا المقلال اللي ما كتلسقش بش ما يتحرقش لكم وكيجي اللون ديلو جميل بحال هكا كيجي يدهبي دبرا غادي نطفع عليه حصلت عليه اللون اللي بغيت نطفع عليه وغادي نحطي برد شوية بعد يمكنني نستعملوا دبها هو وجد ده هو اللون بغيت اللون دهبي هني غادي نوجد كوفيتور دي المشماش هنديرها هكا كيجي تسخن شوية معا شوية دي الماء الزهر وبعد ما كتسخن شوية المربع دي المشماش معا ماء الزهر كيجي سائلة هنا يوجد الكوك اللي حمرت معاكم وهنا يلكوك العادي وهنا يحطت شوكولات اسود حبيبات وها هي الحلوة دي لبردات دبها غادي نغتصها في المرابة اللي سخنت مع ماء الزهر كيما كتشوفوا معايا بها الطريقة ومن بعد غادي نضعها في الكوك نخليها حتى تشرب هاد السائل شوية من احسن نخليها تشرب مزيان مش كتجي رتبها كتجي شيشة ناخد محدة ب محدة موسيقى نحطيها كية في الكوك بها الطريقة حتى نغطيها مزيان بالكوك هذا هو الشكل النهائي دي لها كتجي رائعة نكمل بنفس الطريقة هذا هو الشكل النهائي دي لها محبوبة الجماهير ريش بوند كتجي رائعة لها في المعدق كتجي رتبها كتدب في الفم طريقة سهلة والمكونات بساط عجينة واحدة كنخرج ثلاثة تشكيلات رائعين لف المنيضر ديها لهم واللف المعدق كتجي رائعة نتمنى اللي بنات انكم استفدوا معي شكرا لكم على مشاهدتكم وعلى مشاركتكم في القناة وإلى اعجبكم الفيديو ما ننسونيش بلايك وشكرا لكم وإلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله شيوه جديدة وفلوق جديد وروتين جديد إلى اللقاء موسيقى 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 موسيقى